اشتركوا في القناة بالنسبة للقمر موجود في الدلو ورح ينتقل للحوت طبعا معظم اليوم رح يكون في منزلة المقدم القمر وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا الآن احنا في فترة كلوه المسار كلوه المسار هذا مستمر من الساعة 2 ودقيقتين بعد العصر بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة 1 و24 دقيقة فجرا من اليوم بتوقيت جرينيش وهذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار الساعة 1 و24 دقيقة فجرا حكينا بنتهي خلوه المسار وبكون القمر استقر في برج الحوت وتأثير القمر لما بكون في برج الحوت على جميع الأبراج في هاي الفترة بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة ومنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين ممكن نتذمر ونكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة بنقع بحبال الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير أما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم في زاويتين بس الزاوية الأولى هي زاوية اقتران سلبية بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة 4 و 5 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه ويفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية بطيئة لها تأثير تقريبا أسبوع ورح تستمر كمان أسبوع قادم وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبلوتو في تمام الساعة 6 و 49 دقيقة صباحا بتتشكل هذه ذروتها بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا وسعي نحوها بيتاجه اتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بالنسبة للقمر لما يكون موجود في الحوت معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 17.05 رح يكون فيه تمام الساعة 7 و 59 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 1 و 35 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بعدها القمر بينتقل للحمل أما بالنسبة لعمر القمر القمر المربع تقريبا بلش ينحصر عن المربع باتجاه تقريبا الهلال عمره 23 يوم في تمام الساعة 11 و 33 دقيقة مساء بصير عمره 24 يوم نسبة الإضاءة 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى 25 المزاج منتحس القمر في الدلو رح ينتقل للحوت حتى يوم 17.05 المزاج منتحس عطارد في الجوزاء حتى يوم 28.05 مزاج وسعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25.06 مزاج منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28.06 مزاج وسعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12.09 مزاج منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1.07 منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15.08 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج وسعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23.06 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج وسعيد إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاج منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات الفجر بتنشطوا ما بين الأصدقاء أو الاتصالات أو التواصل أو تفقد الأصدقاء أما في ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم ممكن تتعطل بعض الأمور لأن القمر الآن صار في بيت متاعبكم فعشان هيك بما أنه وصل لبيت المتاعب معناته من ساعات الفجر بتبلشوا تحسوا بنوع من أنواع الضغط نفسيتك اليوم بتكون متقلبة فعشان هيك بيت المتاعب بيتك 12 وبيتك الأول مشحونات بطاقة سلبية عالية جدا تطلب منك التعب أو الجهد عشان تتجاوزها وبرضو تشحن حالك بطاقة جيدة في منكو بده يدير باله على صحته بشكل مباشر لأنه الأوضاع الصحية في هاي الفترة ممكن شوي تتخربط أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى الأمور المالية شيئا ما هو روتيني تقريبا ولكن أنه بتيح بعض الفرص المالية لا القليل القليل من برج الحمل اللي ممكن يحصلوا على بعض الأموال اللي بتجيهم يا من عمل إضافي يا تحصيل لبعض الأموال اللي إلهم يا إما نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات وخصوصا القصيرة التواصل مع أشخاص التنقلات الاتصالات بأنواعها الامتحانات كلها هاي جيدة وتدعمكم ولكن ما تعتمدوا على الحضوظ يعني بدكوا تستعدوا قبل ما تكونوا إما في مواجهة أو في نقاش أو في امتحان يعني بتكونوا مستعدين أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع فيه نوع من أنواع الضغط يعني على البيت لسه ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغوط اللي بتشكل تأزيم بالعلاقات العائلية أو الحدية أو صوت فاهم أو اهتمام ببعض الأعطال أو المشاكل المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي متقلب الأمور حساسيتكم عالية جدا ممكن تعصبوا أو تنفعلوا أو تعملوا خصام ما بينك وبين الأحبة لأدفه الأسباب أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل يعني ممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ولكن ممكن يتراكم عندك بعض العمل فيه منك ورح يهتم بصحته بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فهو تقريبا فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو الضغط معين ممكن يسبب نوع من أنواع التوتر في علاقتكم ما بينكم بين الشركاء وخصوصا المتزوجين أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة فممكن تقلق بشأن معاملة أو مبلغ مالي أو مراجعة لحسابات أو مطالبات مالية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة إلا أنه ممكن يجيك خبر من بعيد يزعجك أو ممكن تتعطل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمرسلات في أشخاص خارج البلاد أما أمور امتحانات جامعية أو تواصل أو دراسة أو نقاشات إذا أبعدت عن الحدية أو التسرع فالأمور جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة على مستوى بيت العمل خصوصا بالمؤسسات الكبيرة وبيت السمعة فبيدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار وممكن بعضكم ينجز بعض الأعمال أو يوكل بعض الأعمال إتمامها بزميل أو رئيسكم بالعمل أما بالنسبة لبيتك اللي 11 بيت الأصدقاء ففي ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط اللي بتسبب إما تعطيل مسألة صديق بيكون شغال فيها أو أمور إلها علاقة في طلب معين من صديق فممكن يأجل الموضوع أو خبر بتعلق في أحد المعارف أو الأصدقاء ممكن يزعجك أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتهم فيه من قبل حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير عندك نشاط إلى علاقة بالأصدقاء أو تواصل مع الأصدقاء أو طلب من الأصدقاء بإنجاز بعض الأمور أو تهتموا بشؤون أصدقاء في منك رح يتوجه له دعوة لحضور حفلي أو مناسبي خلال هذا اليوم يعني بمعنى آخر القمر رح يكون في البيت العاشر ورح ينتقل لبيتك 11 أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور تقريبا منقدر نحي من ساعات الظهر بتصير مشحون بطاقة إيجابية عالية منفسيتك أحسن في نوع من أنواع التوازن بصير عندك ممكن اليوم يعني تنشط في مناسبة معينة أو في إنجاز بعض المعاملات العائلية أو اللي لها علاقة بالمستوى النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور على مستوى الأمور المالية ممكن تواجه بعض الضغوطات أو مصاريف أو متطلبات مالية تضغطك شوي ولكن إجمالا أنت مسيطر على الوضع ممكن تهتم في بعض المستردات المالية أو بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي ولكن حاول أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المواضيع اللي إلها علاقة بالمحاضرات أو الدورات في منكم ممكن اليوم يكون عنده امتحان الامتحان هذا بيكون بشكل جيد ولكن منقول استعد أفضل لأنه تراجع الكواكب هاي ممكن شوي سوي بعض المفاجآت بدك تكون مستعد ودارس على أساس أنه ما تتفاجأ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت العائلة يعني شوي بتهدى الأمور بصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم ما بينك وبين أفراد العائلة بدكوا شوي بس تهتموا في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالترتيبات أو الأعمال المنزلية أو بعض الأعطال اللي ممكن تطرق بشكل مفاجئ أو المشتريات الضرورية حاول بس أنك تقلل من مصاريفك وابتعد عن الحدية والمواجهة ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور يعني تقريبا بكون فيها نوع من أنواع الإيجابية بيعني فيه نوع من أنواع الشغف أو الحنية للاتصال مع الحبيب أو مع أحد الأحباء أو تفقده أو إنجاز بعض الأمور اللي إله أما بالنسبة للبيت السادس ممكن اليوم يتراكم عندك بعض الأعمال أو ممكن أن يصير فيه مماطلة في إنجاز عمل معين هذا شوي ممكن يزعجك خلال هذا اليوم وممكن بعضكم ينشغل فيه ملف صحي أو إيشي العلاقة في الأدوية أو صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور ضاغطة شوي على مستوى بيت الشراكي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر في العلاقة فحاول إنه قدر الإمكان تبتعد عن المشاحنات أو الجدالات وخصوصا حتى لو حاول الشريك إنه يستفزك حاول إنك تتجنب الموضوع طبعا هذا بيهتموا فيه الأزواج أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الأمور المالية المشتركة في بعض التحسن ممكن تنجز بعض الأوراق أو المعاملات البنكية أو صير في تواصل ما بينك وبين مؤسسة حكومية زي تأمين أو ضريبة أو أشياء من هذا القبيل أو مؤسس الضمان أشياء من هذا القبيل يعني ممكن يجيك نوع من أنواع الدعم أو ترتب مسائل مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو أشياء جيدة يعني بالنقاشات السياسية أو الدينية أو الفلسفية أما بالنسبة للبيت العاشر والبيت 11 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 12 تقريباً منقدر نحكي أنه روتيني يمكن أن ينجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ويحاول يفكر بس بأنه يأخذ قسط كافي من الراحة ويهتم ببعض الأمور الصحية فقط لا غير برج الجوزاء طبعاً اللي بيتقدم لأمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد طبعاً هاي الأشخاص اللي من الجزء الآخر من الكرة الأرضية لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتنشطوا في الاتصالات أو في أمور بتتعلق في أوراق سفر بعيدة وممكن تنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريباً متقلبة على المستوى النفسي بتشعر ببعض الوهن أو التعب أو بقل إرهاق أو ممكن أنه مزاجك اليوم ما يكونش جيد بما يكفي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور ممكن بعض الأمور المالية تطرأ على الساحة أو تحسنات معينة أو ممكن تحصل على بعض المبالغ المالية ولكن بدك تدير بالك من المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فمزاجك عصبي في نوع من أنواع الحدية ممكن اليوم تعصب من مسألة معينة أو تحتد على شيء معين حاول أنك ما تدخل بنقاشات حدي ممكن يصير في نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جار واللي عنده امتحان بده يستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في نوع من أنواع الضغوطات يعني بتحس حالك مذايق من مسألة معينة أو من شخص بحاول أنه يفرض رأيه عليك أو يتدخل في شؤونك فشوي ممكن يكون في نوع من أنواع الحدية حاول أنك تمسك حالك ما في داعي للخصام ولا للمشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور على المستوى العاطفي متقلبي خلال هذا النهار ما بين إيجابي وسلبي على أكثر من صعيد ولكن في ساعات يعني الصباح ممكن شوي مزاجك يكون متعكر أو يظهر عليك بعض العصبية أو ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت السادس يعني على مستوى العمل بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ولكن المقلق هو الوضع الصحي اللي خلال هذا النهار ممكن تظهر بعض الأعراض الزائدة عندك لزيادة بالأوجاع أو بالتعب ممكن تحس بالإرهاق أو تحتاج لمراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور تقريبا على مستوى البيت السابع بيت الشراكي المالية والعاطفية جيد في نوع من أنواع التفاهم ما بينك وبين الشركاء في نوع من أنواع التقارب ممكن اليوم ياهو بدعمك بمسألة معينة يا إما أنت بتحتاجه لطلب معين أو مسألة معينة وبصير فيه تعاون ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة يعني ممكن أنه بعض الأمور المالية تظهر على الساحة خلال هذا النهار ولكن دير بالك من أنك تضحك على نفسك في الأمور المالية زي أنه أنت تحاول أنك تدخر أموال وتروح تصرفها أو يجيك أموال تروح تتصرف فيها بدون ما تحسب حساب لضيق الوقت أو أنه ممكن بالفترة القادمة ما بتقدرش تسددها يعني أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت التاسع والبيت العاشر زي ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني الأمور على مستوى بيت الأصدقاء ضاغطة شوي يعني بتحاول تتواصل مع بعض الأصدقاء ولكن أنت حاسس أنه فيه نوع من أنواع إما الاستغلال أو النميمة أو يعني بيحاولوا أنهم يتصيدوا لك في مسألة معينة بدك تكون حذر وتدير بالك من هاي المسائل أما بالنسبة لبيت المتاعد يعني حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية اليوم وحاول أنك تهتم بصحتك بشكل أكبر برج السرطان ممكن لغاية ساعات الصباح تتفحصوا حساب مشترك بس بتكتم تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة في ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والأمور الأكاديمية القمر بصير في البيت التاسع فبدعمكم بشكل قوي جدا في كل الأمور اللي إحنا ذكرناها أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا على المستوى النفسي بتظلها ضاغطة شوي لغاية ساعات الصباح بعدين بتلاقي مخرج معين نفسيتك بتتحسن بيصير عندك قدرة على إنجاز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل النفسي أو إنجاز مهام كانت صعبة في الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثاني يعني ما تحركت بالشكل القوي فبعض موليد برج السرطان ممكن يحصلوا على بعض الأموال اللي بتجيهم يا من عمل إضافي يا إما أنه بتجيهم نوع من أنواع الهبات أو المنح أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات والاجتماعات أو حل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات بتكثر عندك الاتصالات والمواصلات والنشاطات الفكرية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت ممكن تحتد وتعصد من مسألة معينة حاول إذا مسكت حالك منظبوط بتقدر تنجز كل الأعمال البيتية أو الالتزامات أو المهام البيتية بشكل جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور على المستوى العاطفي هي روتينية ولكن ممكن يطرأ اهتمام في أحد الأحبة أو صحته أو مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل يعني بتتحسن الظروف خصوصا مع ساعات الصباح بتصير الأمور لصالحك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط على مستوى بيت الشراكة مش بسلبية يعني متقلب فعشان هيك شوي بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير فيه تفاهم ما بينك وبين الشراكاء إن كان على مستوى المال أو على مستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر على بيت السمعة جيد جدا وبرضو على مستوى العمل في المؤسسات الكبيرة ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة بمساعدة صديق أو زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء تقريبا جيد خلال هذا النهار ممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو المعارف أو الدخل كواسطة معينة يحاول إنه يحل لك بعض المشاكل أما بالنسبة للبيت العاشر إلا بيتك 12 بيت المتاعب فهو روتيني فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ولكن برضو بدك تهتم بشؤونك الصحية بشكل جيد وبرضو إنجز الأعمال الضرورية وما تخليها تتراكم عليك برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أو أمور بنكية أو فواتير أو التزامات حاولوا إنكم تقللوا من مصاريفكم ما توقعوا على أمر إلا إذا درستوا أكثر من مرة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي يعني بتكون فيها نوع من أنواع الضغط ولكن من ساعات الصباح بتصير الأمور روتينية ممكن تحلوا بعض المسائل بطريقة عقلانية وتشحن حالك بطاقة إيجابية صحيح أنه الوضع ضغط شوي ولكن ممكن تتجاوزها أما بالنسبة للبيت الثاني في بعض الضغوط على المستوى المالي أو الالتزامات حاول إنك أنت ما تشربك حالك كثير بالوضع المالي كلها أيام وبتنحل الأمور إن شاء الله بدها شوية صبر حاول إنك تقلل من مصاريفك وما تركم على حالك مصاريف زيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والاهتمامات في بعض الأشياء اللي لها داعب المناقشات أو الامتحانات كلها جيدة وبتدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد بيدعمك بشكل قوي ممكن يصير فيه تفاهم أو تواصل ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل ممتاز وممكن تهتم ببعض المسائل البيتية زي مشتريات أو ترتيبات أو أشياء لها علاقة بالعمل في المطبخ أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور يعني من ساعات الصباح بصير فيه نوع من أنواع الضغط أو الفراغ عندك العاطفي ممكن تمل من مسألة معينة أو تتدايق أو ممكن حتى تقلق بشأن حبيب أما بالنسبة للبيت السادس ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشؤون صحية لا غيره طبعا لا أحد الأحبة أو أحد المعارف أما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع تقريبا جيد ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمراسلات والامتحانات والمناقشات والمقابلات والأمور اللي إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية كلها جيدة ولكن إذا كان عندك امتحان يعني نصيحة حاول أنك تدرس وتستعد ما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة لبيتك العاشر يعني بيت السمعة جيد بيدعمك بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال اللي إلها علاقة بالمؤسسات وممكن يصير فيه تقارب ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني تقريبا الأمور بنقدر نحكي فيها نوع من أنواع الضغط يعني بيتسبب لك نوع من أنواع التوتر يعني حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تنفعل من أحد الأصدقاء حتى لو حاول أنه يستفزك مهما ظهر من الظروف الضغطة اتجنبها يعني ممكن شوي هيك يعني تحس حالك أنه يعني مقصر اتجاهك فهذا إيش يزعجك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أو تهتم بأمور إلها علاقة بالتغذية أو في منك رح يهتم بمسائل إلها علاقة بالصحة إلو أو لأحد الأحبة أو المعارف مرج العدراء واصلوا عمل بدأتم فيه من قبل وممكن أنه اليوم يعني شوي يكون عندكم رغب أنكم تبادروا في عمل معين بنصحكم لغاية ساعات الصباح ما تبادروا بأي عمل لأنه شوي الأمور ضغطة ومش لمصلحتكم وخصوصا أنه في فترة دخلوه مسار لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر تقريبا أو من الصباح بترغبوا في تعزيز شراكتكم ولكن بدكوا تنتبهوا لصحتكم لأنه القمر موجود مقابلكم مباشرة فبيضغطكوا بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه القمر مقابلك مباشرة معناته البيت الأول نفسيتك اليوم بتكون متقلبة مشحون بطاقة سلبية عندك نوع من أنواع العصبية أو الحدية أو بتشعر بنوع من أنواع الوهن وحابب أنك أنت ترتاح أو تبعد عن الأضواء شوي أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح ممكن تكثر عندك بعض المصاريف أو المتطلبات المالية اللي بتكون بحاجة لنوع من أنواع التركيز ابعد عن المصاريف اللي مائلها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات والاتصالات والمواصلات والامتحانات يعني كلها تقريبا جيدة ولكن لا تعتمد على الحضوظ بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تنجز بعض الأعمال البيتية أو المهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الروتينية البيتية زي أعمال أو ترتيبات أو تصليحات أو أشياء من هذا القبيل بس ديروا بالك من الحدية أثناء التعامل مع أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد يعني العاطفة شوي عندك فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعزز بعض النقاط للتواصل ما بينك وبين الحبيب ولكن دير بالك أنك أنت تتحسس الزيادة من موقف أو يكون سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن يعني الأمور الأموال المشتركة شوي ما أرقيتك ممكن حسابات أو التزامات في بعض المسائل المالية حاول بس أنك تقلل من مصاريفك ما توقع على عقد إلا إذا درسته بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بيدعمك بقوة خلال هذا النهار في من كل يوم ممكن أنه يجري بعض الاتصالات البعيدة أو إرسال رسائل أو إيميلات لأشخاص خارج البلاد أو الاهتمام أو الاتمانان على صحتهم الأمور كلها جيدة في بعضك رح يهتم ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات أما بالنسبة للبيت العاشر يعني بيت السمعة شوي في إيجابية بيدعمك ممكن تدافع عن سمعتك شوي وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار بمساعدة صديق أو زميل بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني ضاغط الأمور شوي فممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر ما بينك وبين صديق أو أحد المعارف أو مشاحنة معينة أو ممكن حتى تغضب من تصرف من تصرفاته أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة حاول تأخذ قسط كافي من الراحة خلال هذا النهار وحاول تهتم بشغونك الصحية برج الميزان بتظل العاطفة قوية عندكم وبتميل التواصل مع الأحباء أو التواجئ التجاوب معهم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا لصحتكم وبدكوا تنتبهوا لعملكم لأنه ممكن يتراكم عندكم بعض الأعمال وممكن صحتكم شوي هيك تحسوا في بعض القربطة أو بعض الضغط أما بالنسبة للبيت الأول فهو على المستوى النفسي تقريبا لغاية ساعات الصباح الأمور جيدة ولكن بعد ساعات الصباح ممكن تحسوا ببعض الضغط أو العصبية أو التوتر خلال هذا النهار أو التقلب في المزاج أما بالنسبة للبيت الثاني الأمور المالية روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار بس بتكونوا تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور تقريبا على مستوى الاتصالات والمواصلات من ساعات الصباح تقريبا ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية أو التوتر أو العصبية خلال هذا النهار وممكن ما تكونوش مركزين مزبوط أو تنفعلوا أثناء التعامل مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت شوي جيدة ممكن تدعمكم ببعض التواصل أو التوافق ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أو تهتموا في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتصليحات أو الترميمات أما بالنسبة للبيت الخامس والبيت السادس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط لغاية ساعات الصباح بعدين الأمور بتصير روتينية ما بين تعاملكم ما بين شركاء المال أو شركاء العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن بتكونوا ديروا بالكم أثناء التعامل بالأمور المالية المشتركة وخصوصا من فقدان بعض المقتنيات أو الأموال أو إن كنت داينوا أشخاص وممكن شوي ما يسدوكوا بالفترة هاي ففي نوع من أنواع الضغط بتكونوا ديروا بالكم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور نقاشات أو دراسات أو تحليل أو اهتمام بأمور العلاقة بالفلسفة أو الدين أو أشياء من هذا القبيل اللي عنده امتحان أو مناقش خلال هذا النهار بده يستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تدافع عن سمعتك اليوم بشكل جيد ومناسب وممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين أحد الزملاء في العمل أو رؤساك في العمل لإنجاز بعض الملفات المهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فبدك تدير بالك من بيت الأصدقاء ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط فممكن تتوتر من علاقة معينة أو من صديق أو من نميمة أو من أشخاص بحاول أنهم يستغلوك أو ما بتجاوبوا معك بالفترة فممكن تحتد وتعصب شوي فبدك تمسك حالك ما في داعي لكل الإنفعل أما بالنسبة لبيت المتاعب بدك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار حاول ما تراكم الأعمال عليك الزيادة وحاول أنك تنتبه لصحتك بشكل مباشر برج العقرب طبعا لغاية ساعات الصباح بدك تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم أو أي خلاف أو أي نقاش حاد يعني بدك تمسكوا عصابكم خلوا الأمور تمشي بشكل روتيني أفضل من ساعات الصباح بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتصير العاطفة عندكم أقوى والحضوض الشوي بتلعب دور جيد معاكم خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور لغاية ساعات الصباح فيها نوع من أنواع الضغط ولكن بعد ساعات الصباح بتصير الأمور الجيدة شيئا ما بتنشحن بطاقة إيجابية ونفسيتك بتصير أحسن أما بالنسبة للبيت الثاني بدك تدير بالك على مستوى الضغوط المالية أو الالتزامات المالية أو الشعور بأنه شوي الوضع ضاغط عليك يعني بدك شوية اهتمام مالي قلل من المصاريف والالتزامات اللي ممكن أنت ما تقدر توفيها حقها بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات وعلى مستوى التنقلات والاهتمام بالأشخاص والنقاشات أو ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين أخ أو جار خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ممكن تهتم بشؤون عملية يعني بنشاط عالي جدا وممكن يدعمك الحظ في مسألة معينة فتتجاوزها يعني بسرعة بديها في آخر لحظة وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع تقريبا على مستوى بيت الشراكي الأمور الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا بتتعاملوا على حسب طباعتكم مع شركاء المال والعاطفة وخصوصا المتزوجين أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن يصير في بعض الاهتمام المالي أو يجيك دعم معين أو مساعدة معينة أو نوع من أنواع الهبات يعني شوي هيك هاي تنعشك بالفترة هاي ولكن برضو بنقولك دير بالك من المصاريف وإذا إجدك توقع على عقد حاول أنك تدرسه أكثر من مرة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن يصلك خبر من بعيد شوي اليوم يعني شوي ضاغط ولكن مفرح في نفس اللحظة في منك رح يبرع اليوم بالنقاشات الدينية والفلسفية أو أبحاث من هذا النوع أو تواصل مع مؤسسات تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشري يعني شوي الأمور جيدة بتدعمك في بعض المسائل ممكن اليوم يصير في تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الملفات اللي كانت صعبة في الفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك يعني الـ 11 في ضغط موجود عليك فعشان هيك شوي من قولك حاول أنك أنت تمسك عصابك قدر الإمكان وفي من كل يوم يعني ممكن هيك يتوتر من صديق أو ينزعج أنه بيحاول يستغله أو أنه بيحاول أنه يعني يستفيد منك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني يحاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تخلى الأعمال تتراكم عندك ويهتم براحتك وغذائك وحاول تأخذ قسط كافي من الراحة برج القوس طبعا اليوم لغاية ساعات الصباح طبعا هاي الأشخاص اللي في الجانب الآخر من الكرة الأرضية اللي بتقدم على امتحان بده يركز بشكل جيد لغاية ساعات الصباح أو مقابلة أو نقاش معين بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوذ بعد ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية والاهتمامات المنزلية أو بعض الترتيبات أو الاهتمامات العائلية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيد على المستوى النفسي يعني مشحون بطاقة إيجابية وهذا بساعدك في إنجاز بعض المهام الضرورية خلال هذا النهار وممكن تهتم بنفسك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني يعني ممكن شوي هيك يكون في فرص لبعض الأمور المالية ولكن بتظهر بعض المصاريف اللي بتيجي بشكل طارق أما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس تقريبا روتيني ولكن برضو ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس بيت العمل والصحة يعني جيد بيدعمك على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة وممكن اليوم تحقق إنجاز كان صعب عليك بالفترة الماضية أو تكتشف شيء في مجال عملك يعني ممكن تستغله ويعطيك نوع من أنواع الدعم المالي الممتاز برضو الوضع الصحي ممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي جيد بيدعمك على بعض المسائل فممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشركاء خلال هذا اليوم وخصوصا ما بين الأزواج في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة تدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اهتمام بأوراق قانونية أو معاملات يعني تقريبا أنت مسيطر على الوضع بشكل قوي ممكن تدخل في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالنقاشات أو الجدالات أو تبحث في مسائل فلسفية أو دينية أو سياسية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى بيت السمعة فبتقدر تدافع عن حالك اليوم وتفرض سمعتك برضه وممكن تحقق بعض الإنجازات اللي كانت صعبة خلال الأيام الماضية وممكن يكون فيه تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 تقريبا بيت الأصدقاء شوي متوتر خلال هذا اليوم فممكن أنك تكتشف بعض الأصدقاء بيستغلوك بنقطة معينة أو ممكن أنت تتحامل على صديق معين بسبب تصرفاته أو بسبب استفزازك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم بشؤون التغذية أو شؤون صحية برج الجدي بتكو تتجنبوا شراء أي شيء ثمين أو حاجية ثمينة وبتكو تخففوا من النفقات حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا يعني بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وأمور بيصير فيه أمور إيجابية جيدة بتدعمكم حتى على مستوى النقاشات اللي بيشتغلوا في مجال التسويق برضو بكونوا مبدعين جدا خلال هذا النهار ممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من التسويق أو من أشياء لها علاقة بالعمل الإضافي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة وبتدعمك بشكل قوي اليوم ممكن تحقق بعض الإنجازات النفسية ممكن تشعر هيك في طاقة كبيرة موجودة عندك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بصحتك بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الثاني والبيت الثالث فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا روتيني إلا أنه يعني ممكن في ساعات الليل هيك يعني يصير فيه مشاحنة معينة أو ضغط معين أو أعطال أو اهتمام في المساء المعينة ولكن باقي النهار روتيني تماما أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي جيد فيه بعض الأمور أو البشار أو التواصل أو الدعم من الحبيب أو تدعم أنت الحبيب في مسألة معينة أو التفاهم على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال وممكن تهتم ببعض الأشياء الإيجابية أو تكتشف أشياء إيجابية بتدعمك بقوة وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل الطبية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو روتيني ما فيه لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيتك الثامن بيت الأموال المشتركة ممكن شوي هيك تحصل على بعض الأموال أو بعض الدعم خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل إلها علاقة بمصرف أو بنك أو دفعات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أوراق قانونية معاملات ولكن إذا كان عندك امتحانات بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر يعني بيت السمعة شوي ضعيف قريب للروتيني وغويف عشان يكمن نقول لك حاول أنك ما تتأخر عن دوامك استغل النهار بإيجابياته بالتواجد القمر في بيتك الثالث فيدعمك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تحقق بعض المكاسب اليوم وممكن تستعين بأشخاص يدعموك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت 11 بيت الأصدقاء شوي ما زالت الأمور متوترة ولكن يعني مع ساعات النهار بتصير إيجابية ممكن أحد المعارف أو الأصدقاء يدعمك في مسألة معينة وممكن تحقق إنجازات كان صعب أنك تحققها بمساعدة معرفة أو صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور يعني جيدة ودعمتك يعني ما فيه أي إشي بخوف بالعكس بتقدر تنجز أعمالك بكل ثقة خلال هذا النهار وممكن يتراقب أمورك وصحتك بشكل جيد وفيه منك ورح يصير فيه نوع من أنواع يعني لاهتمام بالصحة بشكل يعني مميز أكثر برج الدلو طبعا القمر بما إنه في بيتكو الأول رح يظل لغاية ساعات الصباح فبتظلوا حسين بنشاط مع هيك بتكو تبادروا يعني تبادروا في ضبط نفسكو يعني ما تحاولوا أنكو تتلهفوا على إنجاز بعض الأعمال الضرورية خلال هذا النهار إلا إذا بتدرسوها بشكل جيد وإذا فيه إدكو أعمال حاولوا تنجزوها بشكل جيد لغاية ما ينتهي خلو المسار بعد انتهاء خلو المسار يعني في ساعات الصباح تقريبا بتنهمكو في أمور أو مسائل إلى علاقة بضبط الميزانية أو الأمور المالية أو دفعات أو بعض العمل الإضافي اللي ممكن نجيبلكو بعض المردودات المالية الجيدة بس أهم إشي إنه تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد برضو بيدعمكو شوي بيحسن من مزاجكو قدرتكو على التواصل والحوار ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا النهار اللي بيبرع في عملية النقاش أو بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم رح يبدعوا بشكل كبير اللي عندهم امتحانات بس بدهم يهتموا بالدراسة بشكل مباشر ما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأمور روتينية في بعض الإنجازات البيتية ممكن بعض الاهتمام في بعض الأعطال أو المشتريات أو بعحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس تقريبا بيت العاطف اليوم بفتح لك بوابة ممكن من خلالها تتواصل مع الحبيب أو لقاء للحبيب أو ممكن الاهتمام ببعض المسائل لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكورة هي يهتم في بعض المسائل الصحية إلو أو لأحد الأحبة أما بالنسبة لبيت الشراك المالية والعاطفية بيتك السابع تقريبا الأمور روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن تقريبا الأمور المالية اليوم بتكون على أوجهة فممكن اليوم تلجأ لمنفذ أو لمعرفة أو لصديق لطلب دعم معين أو قرض معين أو مساعدة معينة وممكن أنه يتلبى هذا الشيء أو ممكن تجيك بشائر خير في هذا الباب أما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات يعني كلها جيدة وبتدعمك بقوة في منكور رح يهتم بالنقاشات أو فلسفة أو دين أو حتى مواصلة اتصالات مع أشخاص إبعاد عنك أو مؤسسات تعليمية أما بالنسبة لبيتك العاشر تقريبا جيد على مستوى بيت السمعة ممكن يدعمك هذا في بعض المسائل الجيدة ممكن تجد فيه نوع من أنواع الحلول بيحط لك إيها أحد المعارف وممكن تحل بعض الأشياء اللي كانت عالقة بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فاليوم يعني ضاغطه شوي على بيت الأصدقاء فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو التقلم أو الاهتمام بصديق معين أو تسمع عن مشكلة بتعرض لها أحد الأصدقاء فتقلق اتجاهه وتحاول أنك تساعده قدر الإمكان أما بالنسبة لبيت المتاعف شايف الأمور جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يطمئن من مسألة معينة أو رح يكشف شخص كان يتآمر عليه بالخفاء بشكل مباشر ويحط له حد خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية برج الحوت طبعا بما أن القمر الآن موجود في بيت المتاعب معناته التعب رح يضل مسيطر عليك حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر أو من ساعات الصباح بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود بتحسوا في نوع من الطاقة الكبيرة اللي موجودة عندكم فعشان هيك اليوم رح يكون فيه إنجازات كثيرة واهتمامات على المستوى النفسي والشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور تقريبا يعني على المستوى المالي هي مش بالقوة فهي روتينية لسا الأمور ما استقر القمر بشكل كبير عشان يدعمك فعشان هيك بتلاقي أنه بعض المصاريف بتتراكم عليك أو بعض الاهتمامات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والاهتمام بالنقاشات أو في بعض المسائل اللي بتطلب منك البريد أو الإرسال معاملات استقبال شغلات زي هي وفيه منك رح يهتم بشغلة بتجمعه بين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأمور على مستوى البيت بتشكل نوع من أنواع العقبة فيها نوع من أنواع الضغط بتوترك فعشان هيك أنت بتحاول تتحاشى الإختلاط في أفراد العائلة أو تتعامل بشكل روتيني خلال هذا اليوم بدون ما تتعرض لنقاشات حادي ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ولكن برضو يعني ممكن تظهر بعض الأعطال أو المسائل اللي تستفزك ولكن إذا شحنت حالك بطاقة إيجابية بتتجاوزها أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي يعني تقريبا الأمور منقول إنها بتصير أفضل خلال هذا اليوم خصوصا من ساعات الصباح يعني عاطفتك بتصير جياشة أكثر في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأحبة أو تفاهم أو تواصل معين أو تهتم بمسألة بتتعلق في أحد الأحبة بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت السادس يعني ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا النهار أو تهتم في بعض المسائل الصعبة في إنجاز بعض المعاملات أو يتعقد عندك مسألة معينة خلال هذا النهار تطلب منك جهد لحلها حاول برضو إنك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني تقريبا بيت الشراك المالية والعاطفية يعني جيد بدعمك في بعض المسائل أو التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار ممكن ينعرض عليك ملف أو شيء يتطلب منك توقيع وفيه نوع من أنواع التقارب ما بين الشركاء اللهم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن تقريبا برضو الأمور المالية المشتركة روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك بتتعامل في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن اليوم تحقق إنجاز جيد وخصوصا في فترة الصباح بدعمك بقوة وممكن يجيك خبر جيد من بعيد وفي منك رحيتها يهتم ببعض المسائل العلمية أو مؤسسات تعليمية أو أشياء لها علاقة بالاتصالات والمواصلات البعيدة برضو بتدعمك بقوة اللي عندهم برضو أوراق قانونية ابتداء من ساعات الصباح بتصير لصالحكم أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى بيت السمعة جيد بتدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال المهمة بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أو تنجز بعض الملفات اللي كان صعب تنجزها في الأيام الماضية وخصوصا من ساعات الصباح أما بالنسبة لبيتك 11 تقريبا الأمور جيدة بتستقر بشكل جيد على مستوى الأصدقاء فممكن يصير فيه تعامل ما بينك وبين صديق أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لا اجتماع أو تواصل ما بينك وبين صديق صار له فترة بعيد عنك أو ممكن تسمع خبر بتعلق في أحد الأحبة أو الأصدقاء يعني شوي هيك يعطيك جرعة أمل أو إحساس بالسعادة أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات هو والبيت الأول هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء